المثال الثاني بقى انا جايبه من مرجع ان شاء الله يكون يعني الارقام فيه موصوقة اكتر من المثال الاولاني وهو بيقولك calculating critical dissolved oxygen in a stream ده عنوان المثال والمثال بيقولك يبقى فيه عندنا محطة محالجة مياه صرف صرف يعني مجمع من صرف صحي مع صناعي مع كوميرشي للاخره بيرمي نصف متر مكعب تمام وهتفهم الكلام ده ان شاء الله في كورس يعني يبقى المعلومات اللي حتى دلوقتي انا عندي فلو بتاع عندي عندي تلاتين ميلي جرام على اللتر ماشي بمعنى ان هو عشان خاطر يعني يحقق الحاجات المطلوبة عنده وانا بتلك فيه دايما ان انا هرمي هرمي الويستوتر ده بمواصفات معانة فمن ضمن ان هو يحقق خمسة ميلي جرام على اللتر فهيعمل يعني مش مهمة تفهم اتكلم ده او دلوقتي ولكن افهم ان احنا عايزين نوصل لمستوى خمسة ميلي جرام على اللتر وهتفهم ده بالتفصيل في كورس الويستوتر انجينيرين ان شاء الله طيب زا ستريم فلو البحر بقى بتاعي او النهر ياسف بتاعي الفلو بتاعه تلاتة متر مكعب برسكند and the temperature upstream of the discharge point is 15 درجة سليزيز قبل لمدرمي الويستوتر كان درجة الحرارة 15 درجة سليزيز خلي بالك بقى يبقى هو هنا قالك ان الكي ار باربعة من عشرة الكي دي باربعة من عشرة على التوالي ولكن محسوبين عند درجة حرارة 20 مهلاكش في المسال التاني ادهلك في المسال الاولاني ياسف مباشرة فهم يعني مزنقرش انها محسوبة عند عشرين درجة فاخدناها اشتغلنا عليه ان هو المراض دي هو بيقول دي الكي ار والكي دي محسوبين عند عشرين درجة سليزيز فمعناه ان هو بيقول لك ايه اعمل لي correction عند درجة الحرارة الجديدة after mixing خلي بالك من النقطة دي كويس جدا بعد كده بيقول لي ايه بيقول لي يبقى هو بيقول لك في الستاندرز بتاعتي اقل دي او او هالي مفروضة بها موجودة سبعة ميلي جرام على اللتر تعال بقى نشوف هو عايز ايه اول حاجة عايز سهلة جدا انت والله مديني اه مديني درجة حراب تاعت الوست ووتر خمسة وعشرين ومديني هنا تلاتة متر مكعب ومديني درجة حرارة خمستاشر اعمل جبت المشكلة سهلة جدا تاني حاجة مطلوبة دي او او اسهل منها هي هي دي اعتبر مديني هنا اه خمسة من عشرة متر مكعب برسكند ومديني الدي او هنا خمسة ميلي جرام على اللتر في حين ان هو هنا مديني تلاتة متر مكعب برسكند ولما نجد ندور على هنا مش هنلاقي خلي بالك مش معنا ان هو قال لك احنا عايزين سبعة ميلي جرام على اللتر بها هو ده اللي موجود في في الاستريم لا خالص فلما ما يكونش عندي هنا ودي بقى يعني اه انا قلتلك اسهل ولكن انا ما يكونش اخب بقالي ان هو مش مديني ادي او اكسجن هي هنا فيها فكرة بسيطة ان احنا هنعتبر نظريا ان موجود عند درجة الحرارة اللي هي في يبقى انا لما اجي اعمل ما بين اشوف عندي هو بتاعه نص متر مكعب برسكند فيه هيبقى خمسة ميلي جرام على اللتر لان هو هيحققها لازم يحققها فهي اعمل عشان خطر يوصل للخمسة ميلي جرام على اللتر ده فلما يجي هيبقى فيها خمسة ميلي جرام على اللتر انما هنا في هو مديني زي الفل ولكن مش مديني في الابستريم فانا اعتبر نظريا ان الموجود جوه الستريم هنا هو عند درجة حرارة خمستاشر درجة سليزيس واعمل واجيب من هنا ليه طيب الديو ديفسة الديو ديفسة اه للميكسشور بقى ما بين الويس ووتر والستريم سهلة بمعنى ان هو عايز يجيب الانيشل ديفسة فالانيشل ديفسة للميكسشور ده هطرح الديسولفت اكسجين اللي انا جبته من الايه من الديو ساتيوريتد بس عند درجة حرارة كام عند درجة الحرارة اللي انا جبتها من الميكسنج قبل ما اكمل عشان ما لغبطوكش عشان هنحس ان انك كلمت كسير قوي تعال نجيب ايه وبيو سي تعال كده نشوفه في اول حاجة زي ما اتفقنا هنعمل في درجة الحرارة تلاتة متر مكعب هضربها في درجة الحرارة بتاعة الوستو الستريم خمستاشر زي نصف متر مكعب اللي هي بتاعة الوستووتر هضربها في الخمسة وعشين درجة سليزيس على مجموع اللي هم تلاتة متر مكعب ونصف متر مكعب هيدينا درجة الحرارة دي ده كام ستاشر واربعة من عشرة درجة سليزيس ودائما اتأكد او شايك على نفسك الفلول اكبر هو اللي يغلب درجة الحرارة تبقى قريبة منه فالفلول هنا تلاتة وهنا خمستاشر فطبيعي انها تبقى قريبة من خمستاشر اكتر لان الفلول اللي هنا اقل يعني تقريبا الفلول بتاع الفلول بتاع الخش على النقطة اللي بعد كده وهي هو عايز بعد ما نعمل فطبيعي جدا هنقول ايه هنحسب عشان مش عندي عن درجة حرارة خمستاشر درجة سليزيس وهو هنا في المرجع من ديلو تيبل بيقدر يحسب عند درجات الحرارة المختلفة بس انت طبعا انت مش معاك تيبل ده في الامتحان فتقدر انك تحسبه منين من القانون ده كده زي ما اتفقنا في الفيديو السابق فتعاوض هنا بدرجة الحرارة خمستاشر هيطلع لك حتى لو مطلع لكش عشرة وتمانية هتطلع قريبة منها يعني القانون ده مش حازي مطلع عشرة وتمانية من مية بالزبط عشان لو انت بتحسب لها الحسبة ممكن يفرق لان الجدول ده سابت فممكن يفرق ازاي ما هيفرق معنا دلوقتي وهنشوف فهنا كده هنشوف هنلاقي ان تلاتة في عشرة وتمانية من مية زائد نص متر مكعب فيه خمسة هنقسم على تلاتة ونص هيدينا في البداية اللي هو الزيرو بقى تايم بزيرو تسع خمسة وتلاتين مية ليه افتر ايه افتر ميكسنج وده مطلوب رقم اتنين مطلوب رقم تلاتة عايز فهنقول ان ده عبارة عن ناص في البداية في البداية سهل تسع خمسة وتلاتين ايه وعا بقى تروح تطرح من ايه من اللي انت حسبتها عن درجة حراق خمسة تاشر لأ انت ده بعد ما عملت ميكسنج انما ده قبل ما تعمل ميكسنج ان انت بتعمل ميكسنج عشان تجيب يا رب ما اكونش لغبطك بس انما هنا هنا انا عايز اجيب بعد ما عملت ميكسنج فدرجة الحرارة تغيرت بقى ستاشر واربعة في هاخد عند الستاشر واربعة دي اجيب اللي ايه ده هو حتى بيقول لك هعمل في التيبل لان التيبل بيديله عند درجة حراق خمسة عشرين خمسة وعشرين وهكذا احنا لا احنا نخش بدرجة حراق ستاشر واربعة في نفس القانون ده نيجيب وانا حسبتها واراها طلعت تسعة تلاتة وسبعين من مية عشان كده اقول ترك مش لازم انها تطلع بالزبط اللي هي جايبها من الجدول في المسال فانت حلاها عادي بارقامك تسعة تلاتة وسبعين اصد تسعة خمسة تلاتين هيديله رقم فده معناه ان في عندي هيحصل اه دفست او هيحصل اه فيه في البداية بمقدار اربعة واربعين من مية ميلي جرام على الليتر تعالي نرجع نشوف المطلوب رقم اربعة وخمسة وستة مطلوب رقم اربعة بيقول لك سهلة برضو هنقول ان احنا نعمل ماس بالانس اللي هو هنعمل ايه نص في اه بي او دي اللي هي عندي في تلاتين اه زائد التلاتة دي كده في الالتومت بي او دي في في الستريم اللي هي خمستاشر على تلاتة ونص اللي هو مجموع هيجاب لي الالتومت بي او دي بعد كده بيقول لي ايه بقى عايزك تحسب اه توريتش البوينت اوف ميليموم دي او كونسنتريشن ان الميليموم دي دي او كونسنتريشن ان استريم بمعنى ان هو عايز يجيب وعايز يجيب عشان يجيب منها الايه عايز اقول لك بقى ان المطلوب رقم اه خمسة وستة ممكن ان هو يطلبهم منك على طول وبالتالي هتضطر الجيب ده وده 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 الاربع مطاريب دول فانا في المثال ده اقولت لك المثال ده سهل وكويس ليه لان هو هيدرجك هيمشي معاك واحدة واحدة المطاليب دي اتوسلك لاخر مطلوب او اخر مطلوبين انما لو ما كانش قالك الكلام ده كله كان لازم انك تجيبه برضو بس عشان خاطر ايه تعوض بيه هنا وبالتالي زي ما قلت لك لازم يبقى معاك القانون في البداية عشان نشوف ايه اللي مش عندك وايه اللي ايه اللي عندك انا اعتقد ان حتى كتابنا القانون اللي هي كل حاجة عندنا معادة حاجة واحدة بس وهي ان كي ار والكي دي مش معمول لهم لدرجة الحرق جديدة وبالتالي تعالى نعمل لهم المطلوب رقم اربعة هو تعوضنا بالتلاتة في خمساشر زياد نص في تلاتين على تلاتة ونص جاب له اللي هو او اللي ايه اللي هلطمت بيه دي سبعتاشر واحد من عشرة ميلي جرام عليه على الليتر ده سهل ده خلاص طيب هنا بقى لازم اعمل للكي بتاعة والكي بتاعة الدي التفاعل ان هي آآ ثابت بتاعتها واحد اربعة عشرين من الف فهيبدأ يعود طبعا بالارقام وان اربعة من عشرة في واحد اربعة عشرين من الف قس طبعا اه دي ستتاشر واربعة من عشرة مش اتنين وعشرين دي غلطة ناص العشرين آآ ولو حسبتها فعلا هتطلع هو بس كتبها غلط في المرجع كتبها غلطي ستاشر وربعة بس وهو حسبها صح سبعة وتلاتين من مية دايما نص عن طيب برضو هيعمل للكي للكي دي اه دي اكسجينيشن. فياخد الاتنين من عشرة يضربها فيه طبعا هنا درجة الحرارة ما بين الاربعة والعشرين. فياخد ايه بواحد ومية خمسة وتلاتين من الف قص ستاشر وبعة من عشرة نقص عشرين. اه هتطلع بتساوي طبعا تلاتتاشر من مية دايما نسوا. عرض بقى في القانون بتاعك. القانون بتاع معروف. كل حاجة عندنا. مفيش ادنى مشكلة في اي حاجة. سبعة وتلاتين من مية ستلاتاشر من مية. وهنا كده هنعرض سبعة تلاتين من مية هنا تلاتاشر من مية. اه هنا اللي هي المبداية اربعة واربعين من مية. وهنا سبعة تلاتين من مية ناس تلاتاشر من مية. وهنا تلاتاشر من مية في سبعتاشر واحد من عشرة اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي طلع بكام باربعة واتنين من عشرة. هناخد الاربعة واتنين من عشرة وندخل في قانون اللي هو اللي احنا نحسب ازاي عشان هو هنا مش مكتوب بس في الحل ده. هنخش في قانون الدفست ونعوض عن تي بالتي كريتكل. هنطلع منها الدفست هتطلع الدفست عندنا ب تلاتة ونص ميلي جرام على هناخد التلاتة ونص fu دي نطرحها من التسعة تسعة وسبعين اللي هي هتطلع لنا ستة تسعة وعشرين ميا ميلي جرام على فالستريم ده حلوه قوي ده جميل قوي ده بستة تسعة وعشرين ميا ميلي جرام على الاتر. ومع ذلك مش محق vida الستاندرد. ليه بقى? لان احنا لو رجعنا للمسال لو تفتكروا وهو اشترط في الستاندرد ان هو المفروض دي هو ما تقلش في اي مكان في اي بعد اي طايم في اي ما تقلش عن سبعة ميلي جرام على لتر. يعني مع ان اعلى من ومع ان يعني الوضع فيه كويس جدا انا شايف ان الوضع فيه كويس جدا في الارقام ولكن هو ما حقاش وقال عن السبعة ميلي جرام على اللتر. يا رب اكون الحتة دي مفهومة ووصلة اعتقد ان شاء الله يعني مفهومة واضحة باذن الله تعالى مفيش فيها اي جديد عن المسألة اللي فاتت هي الفكرة الوحيدة اللي تختلف عن المسال السابق ان احنا زودنا حتة والدي كريتيكل او اللي انا كنت بقول لك حلها في المسال التاني. المسال الاولاني يعني. تختلف عنها في حتة برضو ان هو مش مديك في الاستريم فاعتبرنا ان الموجود نظريا هو عند ضد درجة الحرارة الموجودة في الاستريم. انا عدت لك الحتة دي كزا مرة بس عشان اكد عليك انك ايه اوعى تغلط في حتة في الاستريم والافتر ميكسنج خلي بالك منها. انا ايمت ااخد دي وايمت ااخد دي. انا بشتغل عليها على طول. الفكرة اللي هنا ان احنا زودنا في الاستريم فقط لان هو مش مديني في الاستريم عشان اقدر اعمل ما بين بتاع الوست ووتر وال موجود في الايه? في الاستريم بتاعي. والتفاعل ان احنا ما اقدرش ان احنا نحسابه سبعة لان احنا ما نعرفش هو كام. وفي الاغر لما جينا نشوف لان ان هو اهل من سبعة اصلا.